يعتبر شرق السودان له أهمية خاصة في معادلة الحرب الحالية التي تدرحها في السودان شرق السودان الآن هو المنطقة الآمنة التي لجأ إليها كثير من السودانيين لأن الأمان فيها متوفر لحد كبير في الأيام الفائتة كان هناك تسريح لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق لولاية كسلة بدر الدين عبد الحكم للإزاعة السودانية أثار لغة واسعة ورددفع الواسعة في شرق السودان وفي كل السودان لما جاء فيه من بعض العبارات والألفاظ التي توحي بأنها كانت ألفاظ غير مقبولة وتكرس الخطابة الكراهية في هذا الإطار وفي إطار قضايا أخرى متعلقة بقضاء شرق السودان نلتقي في هذه المقابلة الخاصة لراديو دابنغا بالناطق الرسمي للتحالف المدني لشرق السودان الأستاذ صالح عمار وهو والي ولاية كسلة السابق في عهد الحكومة الانتقالية نرحب بالأستاذ صالح في هذه المقابلة الخاصة تحية لمستمعين راديو دابنغا واستغل المناسبة دي للترحم على روح الفقيد فقيد الشرق والسودان السيد الناظر حمد طاهر أحمد حسين وعلى روحي السلام لكل المجهودات البذلة من أجل السلام والتوافق في الإغليم وأترحم أيضا على كل غياداتنا اللي فقدناهم في المرحلة السابقة ومن ضمنهم العمدة أحمد أركاه أستاذ صالح عمار يعني واضح أنه في الأيام الفائتة كان هناك تصريح أسار الجدل واللغط الواسع هذا التصريح أتلى به مدير جهاز الأمن السابق لولاية كسلة بدر الدين عبد الحكم في مقابلة مع الإزاعة السودانية وتعرض فيه بشكل واحد لواضح لبعض الشخصيات وكذلك من ضمنهم أنت في تقديرك ما تأثير ذلك على المجتمع في الولايات الشرقية في السودان حديث الليوى ما فيه جديد هو امتداد لسياسات عملية أساسا نفزة في شرق السودان وفي كسلة تحديدا في المرحلة ما بعد التغيير وحديث الليوى هو تعبير عن تيار موجود داخل الأجهزة وهو حديث ما معزول وما فردي والليوى ده مع شبكات تانية هي اللي تسببت في كل الصراعات والنزاعات اللي حصلت في ولاية كسلة وفي ولاية الشرق في الفترة ما بين 2019 و2020 و2021 هم تورطوا بالكامل وكانوا مسؤولين والليوى ده تحديدا تم عزله من موغعه بعد تعديه كل الخطوط الحمراء واختلاقه حتى لصراعات مع الأجهزة النظرة له لكن هو ما جرى التغيير الحصل في الإغليم وفي كل السودان الحديث بتاعه وجه بإدانة واسعة من كل السودانيين ومن كل الأهلية والمدنية في شرق السودان وده بوضح أن أهل الشرق يعني اتجاوزوا الأوضاع اللهم كانوا فيها في السنوات الماضية وخطوا خطوات كبيرة للأمام وعقدوا مصالحات كبيرة وحديثا لو كان يمكن من أكبر الاختبارات الأثبت فيها أنهم فعلا مضوا في الطريقة الصحيح للمصالحة وأنه عندهم إرادة وإصرار على أن شرق السودان يكون موغع آمن ومسالم وبعيد عن كل الصراعات هل في تقديرك هذا الحديث الذي ذكرته أنه يمثل تيارا بعينه ما زال يواصل بذات الدوافع السابقة التي كان جزء منها ذات اللواء هل ما زال هذا الطيار فاعلا في شرق السودان ويستطيع التأثير على المجتمع ويستطيع أن يفرق بين المكونات الاجتماعية وما هي الأهداف التي يصعي لها هذا الطيار الطيارة الآن قصدته الغوة بتاعته كانت موجودة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وهو بالطبع ضعف كثير وحادثت متغيرات يعلمها الجميع وأكبرها الحرب والتي غيرت موازين الغوة وجعلت الغادة العسكريين والأمنيين كلهم يرحلوا إلى الشريق وبالتالي أنا ما أعتقد عندهم مصلحة الآن في تعكير الأجواء في الشريق وفي اختلاق نزاعات أهلية أنا ما أعتقد الكثيرين من غادة الأجهزة ما عندهم مصلحة لكن مؤكد لا يزال بعض الأفراد ينطلقوا من نفس العقلية والممارسات التي كانت في الفترات السابقة طيب يعني حتى نخرج من هذا الحديث بالرغم من الالتفاف الواسع والكبير لكثير من السودانيين في مواجهة خطابة الكراهية وهذه التصريحات وكذلك أيضا تنص الجهاز الأمني منها وتبرعه بشكل كامل وأيضا اعتزار الإزاعة السودانية عن ذلك بالرغم من كل ذلك هناك أيضا تصريحات للناظر تيريك وآخرين من داخل المجتمع الشرغي هي كانت يعني ذات أفعاد أكبر فيما يتعلق بتلافي هذه الأزمة في تقديرك هل بالفعل ذلك يمكن أن يجعل الشرغي أكثر توحيدا وأكثر أمنا في المستقبل بالطبع أنا زي ما أسلفت الشرغي خطوات كبيرة نحو المصالحات ونحو الاستغرار والآن الجميع في الشرغي على غناعة بالسلام وبهمية السلام لأن الناس جربت الحرب وأنا أعتقد كل الأطراف كل الأطراف ما عندها مصلحة الآن في إشعال الشرغ ونحن من جانبنا بندعم كل المصالحات حتى الأتت من أطراف نحن على اختلاف معاها برضو أيدنا كل المبادلات للمصالحات باعتبار له هدفنا الاستراتيجي اللي هو السلام وبالتالي المبادلات دي إذا أتت من أي جهة حتى إذا كنا على خلاف معا فنحن أيدناها مدام هي بتشتغل وبتعمل في الهدف الاستراتيجي بتاعنا اللي هو السلام إذا كان مهدد رئيس الآن للشريك وبالطبع لكل السودان هو الحرب اللي هي الآن بتدقى بواب الإغليم ودي بتطلب من أهل الإغليم واحدة أكبر ووعية أكبر وتحليل صحيح للواقع يعني على ضو ما ذكرت يعني من الواضح جدا أن هذه الجهود هي قالبها المتعلقة بتوحيد أهل الشرق ومجتمعه والحرص على أمنه كلها جهود أهلية لكن من الواضح هناك غياب واضح للغوة المدنية أو للغوة الماشطة في إطار المجتمع المدني والتي تمثلونها أنتم أين أنتم من هذا الحراك الكبير والواسع في الشرق؟ القوة المدنية غيابة ليس كامل لكن ربما هي بتعمل وتشتغل على ملفات تانية الغوة المدنية طبعاً اتعرضت لامتحان كبير وعسير من العام 2019 بسبب النزاعات الاجتماعية والأهلية في الشرق والتي كانت مدعومة بغوة مدعومة بكل إمكانات الدولة في المرحلة ديك وبالتالي حصل ارتباك للغوة المدنية أيضاً معلومة واداء تحليل واداء الحكومة المدنية للوضع في الإغليم كان برضو ما بالمستوى المطلوب فبالتالي الغوة المدنية اثرت بما حدث في المرحلة الانتقالية ولكن في الاتجاه الآخر نحن شفنا الغوة المدنية في شرق السودان في الكثير من المناسبات أثبتت إنه هي غوية ومن ذلك المرحلة في الحراكة أيام صورة ديسمبر وما بعد ديسمبر أيضاً في مغاومة الانقلاب انقلاب 21 25 اكتوبر أيضاً الغوة المدنية في كل شرق السودان خريت في مصيرات ضخمة وأثبتت إنها موجودة بعد الحرب الآن الغوة المدنية وجهت المجفوذ بتاعها بأكمل تغريباً للعمل في الغضايا الإنسانية وتوجهت إلى مساعدة النازحين وتحسين الوضع الإنساني السيء في الشرق وده أصبح واحد من ملفات الأساسية وهي برضو موجودة في المشهد وهناك عدد من التنظيمات المدنية والسياسية في شرق السودان وغياداتها هم موجودين في المشهد ويساهموا بغوة ولكن أيضاً معلومة التضييغ الموجود في الشرق واللي بيمنع غادة الغوة المدنية من البروس ومن الحديث في القضايا بالشكل الواضح وبالتالي جزء من الحراك انتغل لمن هم موجودين خارج السودان بسبب التضييغ الموجود في الداخل يعني على ضوة هذا الموضوع أيضاً فيما يتعلق بالتضييغ واضح جداً أن الغوة المدنية كانت حزرت في بيانات سابقة عند تشكيل المقاومة الشعبية من حملات اعتقالات واسعة كانت تنفذتها حتى مجموعات تطبع للنظام البيت والآن أصبحت هناك كثير من الناشطين غير الاعتقال والاحتجاز بعد تشكيل المقاومة الشعبية فهل هذا من شأنه يؤثر على أمن الشرك مستقبلاً وعلى العمل السياسي في المنطقة ويعتبر واحدة من القيود التي يعني لجأت إليها أيضاً عناصر النظام البيت في مواجهة الناشطين المدنيين بالطبع هناك حملات التضييق واسعة جداً من الأجهزة الدولة البغودة الفريغة البرهان والتضييق بدأ من منذ الإنقلاب وتفاغاً بعد حرب 15 أبريل والآن الغوة المدنية والسياسية لا تستطيع ممارسة أنشطة في الشرك والكثير منهم اتجه إلى العمل الإنساني كما سلفت هناك أيضاً حملات اعتغالات مستمرة وعلى سبيل المثال المنطقة الأكثر الآن وجود للانتهاكات فيها هي ولاية القضارف هناك هجمة شرسة على الناشطين والتي هم ناشطين في العمل الإنساني في المغام الأول السلطة تستهدفهم بغوة وممكن أن أذكر أسماء الآن معتغلين من ضمنهم الأساتذة وليد محمد الرياح زياد محمد عبد الله أيمن الحريغي عارف عبد الله حسين إدريس هؤلاء شباب ناشطين في العمل الإنساني ومؤسسين لغرفة الطوارئ وكل أهل القضارف يعرفونهم إنهم شغالين في العمل الإنساني ولكن الآن الأجهزة العسكرية تعتغلهم بدون أي أسباب وهناك عدد آخر من المعتغلين إضافة إلى أنواع التضييق الأخرى والتي هي منع الأنشطة أغلب الأنشطة ومختلف أنواع التضييق والتي يشمل حتى المواطن العادي وده أمر معلوم للجميع والغوى المدنية ما بتتكلم بالتفصيل حفاظا على أرواح وأوضاع هؤلاء المدنيين اللي هما بعيشوا تحت أو مختطفين من السلطة البرهان ويواجه من الطرف الآخر الدعم السريع أيضا كل أنواع الانتهاكات طيب أستاذ صارح أيضا يعني واضح إنه ولاية الشرق تتحمل العبل أكبر فيما يتعلق بالنازحين خاصة من هي ولاية أيضا كانت تستضيف لاجئين من دول أخرى يمكن أن تصف لنا بإحصائيات حجم هذه المعاناة والأوضاع الحالية التي عيشها هؤلاء النازحين ولايات الشرق بسبب أنها مناطق آمنة حتى الآن وبسبب أيضا لها معابر مع دول خارجية منها ثيوبيا ومصر وريتريا وأيضا وجود الموانئ والمطارات في برسودان فأصبحت غبلة للملايين من السودانيين المهاجرين وأيضا الباحثين عن الأمان الآن آخر الإحصائيات لشهر مارس من منظمات دولية موثوغة بتقول إنه في مليون نازح موجودين في الثلاثة ولايات نص مليون منهم موجودين في القضارف ونصف المليون الآخر موزعين ما بين ولايتين كسلة والبحر الأحمر النازحين يواجهون تضييق من السلطة واللي هي ما بتقدم ليهم أي واجبات في الأساس ومع ذلك برضو بتواجههم بالتضييق وتغييد حتى حركتهم وهجرت جزء منهم من مدن إلى مدن أخرى إكبارا وما بتقدم ليهم أي حاجة الآن إذا مسكنا ولاية القضارف على سبيل المثال إحصائيات المنظمات الدولية بتقول إنه 82% منهم بعانوا من إعدام الأمن الغذائي و44% في أوضاع صحية سية و23% منهم بواجه ضعف في الحصول على المياه والإحصائيات دي برضو ما بعيدة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والسلطة تضع عوائق كثيرة أمام عمل المنظمات الدولية وأيضا أمام المجهود الشعبي اللي هو أسهم كثير وكان ممكن يكون دور المنظمات الدولية أكتر من كده بكثير إذا السلطة خففت غيودة على الغوانين وسمحت لهم بحرية الحركة والتواصل مع الجمهور فأنا أدعو السلطة لأنه تنظر المسألة بمنظورة الإنساني وتتعامل مع النازحين بشكل أفضل من كده طيب نتجاوز هذه المسائل الخاصة بالشرق إلى الغضية الوطنية عموما وخاصة منها الجانب السياسي فأنت عضو في المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم والكل الآن يترقب وينظر يعني هل متى ما هو الأجل المحدث لغيام وطمر تقدم تنسيقية تقدم طبعا بتشتقل في اتجاهين الاتجاه الأول اللي هو توحيد الغوة المدنية والاتجاه الثاني اللي هو وقف الحرب وحلال السلام في السودان في صعيد وقف الحرب قامت بمجهودات كبيرة ويمكن هي مبزولة في جهزة الإعلام وطرحت خارطة الطريق على كل الأطراف والتغت جزء من أطراف الحرب وتتطلع للغاء الأطراف الأخرى وأيضا عندها تواصل غوي جدا مع الغوة الإغليمية والدولية ذات الصلة بملف السودان فيما يتعلق بالتوحيد الغوة المدنية التقدم انخرطت في حوارات واسعة مع كل الغوة المدنية اللي بتشترك مع تقدم في أهدافها واللي هو بشكل أساسي هدفين استراتيجيات الهدف الأول هو وقف الحرب والهدف الثاني هو الدولة المدنية وتقدم فتحت حوارات مع قطاع واسع من الغوة المدنية وهي الآن تتجه لإكمال ترتيباته نحو المؤتمر التأسيسي واللي متوقع أنه يكون في نهاية شهر مايو وهو مؤتمر هيحضر قطاع واسع من السودانيين بكل تنوعهم السياسي والاجتماعي والمدني وتنظيمات الشباب والنساء والنازحين والرعاة والمزارعين وكل القطاعات الفاعلة في المجتمع السوداني متوقع أنه يكون في ممسلين منهم في المؤتمر الحيوع غدها إن شاء الله في نهاية شهر مايو الآن أنت تتحدث عن أن الترتيبات اكتملت لقيام هذا المؤتمر ألا تتوقع أن تكون هناك إعتراضات أو هناك صعوبات تواجه الذين يشاركون في هذا المؤتمر وهم قادمين من السودان طبعا ظروف الحرب مؤكد تخلق تعقيدات كثيرة جدا نعلمها ومتوقع أنه نواجه مصاعب كبيرة وتقدم يعني بتعمل وتسعى لتمثيل أكبر غطاء من المدنيين ونطلع على أنه الطرفين اللي بتحاربوا ينظروا لتقدم ولأعضاها باعتبارهم أطراف تعمل من أجل السلام فقط وهي ما منخرطة في الحرب وبالتالي أتوقع أنه الطرفين يتعاملوا مع الأمر ده بمسؤولية وبرؤية أكبر والتنسيغية يعني هي شغالة على أساس أنه زي ما قلت تضمن مشاركة أكبر عدد من الغادة للمدنيين السودانيين في المؤتمر طيب يعني بالرغم من حديثك عن أنه هناك يعني اتجاه من تقدم للمشاركة الوازعة التي تضمن تمثيل كل السودانين لكن واضح أنه القوة المدنية السودانية حتى الآن لم تتوحد بشكل كبير هناك كثير من مجموعات أخرى لم يعني تلتقي بتقدم حتى الآن وهي ليست جزء منها ما هي الإشكالات التي تواجه توحد القوة المدنية في تقديرك الغول مدنية في السودان هي تعبر عن الملايين ويمكن دا شفناه نحن في ثورة ديسمبر وما بعد ديسمبر يعني الملايين من السودانين خرجوا ضد نظام الببشير وشاركوا بفعالية في الثورة وأيضا خرجوا في مغاومة الإنجلاب وبالتالي هؤلاء كلهم هم جمهور الغول المدنية في السودان وليس من السهل أن تتوحد الملايين من الفاعلين والناشطين أو حتى الغول ممثلة لهم دي مهمة كبيرة ولكن أنا أفتكر أن الغول المدنية تغريبا بأجمعها موحدة على الهدفين اللي هما إغافة الحرب والدولة المدنية وده كحد أدنى هو بفتكر كافي جدا لا أعتقد أنه في غوة مدنية حقيقية الآن تغريب خارج السرب في الهدفين لهم وقف الحرب والمدنية وبالتالي إذا نحن كنا متفقين في أهدافنا الاستراتيجية مسألة أنه كلنا نقوم في تنظيم واحد دي مسألة يعني هي مهمة لكن ما بالضرورة يعني أنه كلنا نقوم في تنظيم واحد يعني الانكماش تجاه تقدم يعني سببه أن تقدم متمهي لحد كبير مع الدعم السريع وأنها تمثل جناحها العسكري يعني هناك اتهام من الغول الأخرى ويقول أنه تقدم لا تدين حتى انتهاكات الدعم السريع في الغد نعم هذه واحدة من الأكاذيب التي يردد مرارا وتكرارا الإعلام بتاع النظام البايد ويطرق عليها بقوة والتي هي مستمدة من النظريات المعلومة بتاعت أكذب أكذب حتى يصدقك الآخرين مواقف تقدم معلنة ومبزولة في الإعلام ونحن ضد الحرب ولسنا جزء من طرفي الحرب أدنا انتهاكات للطرفين في بيانات كثيرة موجودة في الإعلام وأنتم كجهة مهنية يمكن أن تجدوها بكل سهولة مبزولة في الإعلام نحن لم نكن يوم من الأيام جزء من الطرفين الطرفين كانوا شركاء وانقلبوا على الحكومة المدنية والطرفين عملوا مع بعض لمدة عشرين عام وكانوا ضد الغوى المدنية والآن اختلفوا فقط قبل عام واحد انقسموا وما كنا جزء من هذا الانقسام في الماضي ولا حنكون في المستقبل نحن رؤيتنا واضحة وجلية ومعلنة نحن مع وقف الحرب ومع السلام وبنتواصل معهم الطرفين والتواصل ده معلن في الإعلام ما فيه سير انه نحن بنتواصل مع الطرفين والتواصل ده مغيد ومحدد بهدف محدد وهو وقف الحرب وبالتالي اي اتهامات لتقدم بالانحياز دائحة طرفين الحرب هي اكاديب لا سند لها والحقيقة مختلفة تماما يعني في حديث اخير للمناطق الرسوي باسم التقدم دكتور بكر الجاك بان المفاوضات من المفترض ان تستانف في جدة خلال اسبوعين هل هذا الحديث يعني المصادر التي ذكرته لكم كتقدم مؤكدة وفي تقديركم هل هذه الجولة القادمة ستكون ناجحة وما هي الازباب التي ستؤدي لنجاح اذا كان ذلك كذلك والله الطرفين الان مطالبين من كل الشعب السوداني كل الشعب السوداني الان يطالب الطرفين بالتوجه لطاولة المفاوضات شعب السوداني عانى وغاسى ما غاسى اكثر من عشر ملايين نازيح وعشرات الالاف من الشهداء والغتلة والجرحة فكل الشعب السوداني يناشد الطرفين بالتوجه نحو طاولة المفاوضات وايضا المجتمع الدولي والاغليمي الجميع طالب الطرفين بالتوجه الى جدة اليوم غبل الغد ونحن في تنسيغية تقدم ندعم هذا التوجه وايضا لدينا رؤيتنا وطرحناها كما سلفت لغاف الحرب وايضا لمرحلة ما بعد وقفة لغ النار لدينا رؤية كاملة طرحناها للشعب السوداني وللوسطى وسنعمل على تشجيع الطرفين للتوجه الى المفاوضات شكرا للمصدر صلى عمار